يعني برج الجوزاء انت مو شخص قل لك كلمة اثر عليك اذا اكو شخص قل لك مثلا انت محلو او انو اكو او شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دائما وجميل فاذا اكو احد قل لك هيك كلمة او ممكن تكون الطاقة بعده يعني هس ما متحققها ممكن شخص بالفترة الجاية راح يحتيو ياك هاي الكلمة فاذا بعده هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حانش او ما تصرف هذا التصرف المثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت ورا بعدين انو هنا عندك طاقة مراقبة راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا شي سبب لك قلة ثقة بنفسك انت العيب مو بيك انت ما بك عيب ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انو هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انو يرجع ثقة بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا الشي كلش ضروري لان راح يأثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي مأثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احكيركم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هذا خلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك وان اخلط الاوراق وحبيت اركز عليهم لانو حسيت انهم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية اوني اشوف انو انت عندك طاقة مراقبة عالية الشخص بتحس انو هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس انو هو عنده طرف ثالث البعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هذا الشي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته لان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاشف هذا الشي او انت متأكد منه ولكن الحد الان انت ما لازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لانو عندك شك انو هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياته ويشكك بمحلة راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لانه نصف النفسور مقلوبة فهذا الحرام ينكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه الشخص اللي وراك اشوف انو اكو شخص منسحب عنك شوية عنده عواطف مكبوطة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد او ممكن شخص من الماضي ويطالع من حياتك صالدة فترة ودي راقبك من بعيد بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو اياك بداية جديدة او حتى يطلب منك بداية جديدة اشوف اكو هنا عواطف مكبوطة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحشوياك الفترة الجاية بس للاسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لان انت راح تكون بي مجروح او دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بي او دتمر بي حاليا فلها سبب انت يعني سبحان الله هي الاوراق قاعد تسلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة انت دا تحاول تدافع عن نفسك بتحمي مشاعرك وما تنطي فرصة انه انت خايف انت مثل ما قلت لك انت قريدي طالع من انفصال مؤلم اكون فصال مؤلمو حاليا انت ابطاقة شفاء دا تحاول انه تستجمع نفسك ودا تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية لانه العلاقة اللي انت تشنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطريت التحارب هوايا تطريت التواجه ناس وهوايا حاولت انه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي انت تشنت تحاول تحافظ على علاقتك ويا هو شون مو قد السقة لانه اشوف اكو طرف سالس هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم شون فالها سبب انت خايف انه تفتح قلبك انت خايف تنجي رح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بيك الاشياء اللي صارت قبل فالها سبب انت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك وكل لحظة اكو شخص راح يتركك حاول انه تكمل فترة الشفاء اللي انت بها لا تتردد حاليا انه يعني تاخد خطوة جديدة انا اشوف فترة اخد فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الالم اللي انت بيه تكمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك هسا انا فصلنا الوضع لاتفي قبل مناحتي الامري خلونا ننتقل للصعيد العملي الصعيد العملي يا برج الجوزاء اشوف انه برج الجوزاء البعض من عدكم ممكن قبل ما هاي الظروفة تصير تشنت منتظر عمل اكو شغل ممكن احد شان واعدك بيه واتشنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه يتوفر مصاريف البيت اذا شنت انت مسؤول عن عائلة طبعا لينو قراءة عامة فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقراءة فشان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عمليا شنت تتحاول تشتغل في سبيل انه يتوفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية اشوف بعد ظروف الحاضر والمارف اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل او نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي دا يأثر على نفسيتك هو يودا يأثر على بيتك على مصاريفك فذا اشوف عندك تفكير كلش شبير بالعائلة والبعض من عندكم اشوف ايضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار او حتى يبيع يعني كشراء منزل او بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هو يقعد تفكر هو يتريد انه هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ولا تأجيلات تأجيلات ولا تأجيلات فاذا تشنت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك واذا تشنت ناوي ايضا تشتري هم هذا الشي متوقفة عندك طاقة احباط بموضوع يخص منزل او ممكن حتى اصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس انت مقاعد تقدر انه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصارف اللي موجودة عندي طاقة بيته هنا انا طالعة فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الاساسي على البيت موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع هذا او حتى نقلة من مكان للمكان اكو نقلة ولكن قلت لك اكو شوية تأخيرات الامور خلال 6 اسابيع ان شاء الله من الناس اللي منتظرين نقلة او يعني كعقار مازل خلال 6 اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك واردي اكو موجودة نقلة فاكو نقلة اليك خلال 6 اسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من الام بالاقدام ومأثرة عليها هواية وايضا اشوف البعض الثاني بالنسبة للمساء اشوف اكو حمل اما انتي حاليا حامل او راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك انه تحافظين او ديرين بالت على نفسك خلال هاي الفترة باي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن انه اما انتي كنت يحامل وهذا على الاغلب انه اكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيك اشارة انه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتش شوية راح يكون متعب بالنسبة لك اذا كان حملت جديد فاكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني ان شاء الله يعني خير لا تخافون بس احاول انه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لانه هنا قاعد اشوف متعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة اما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلاف ويا احدا من العائلة كأن يكون اخ او اخوت على الاغلب يكون اخ صاير بينك وبين كلام او ممكن هذا الاخ او مشارط اخي يعني شخص من العائلة مااخذ منك حق او انه هو حاش عليك شي ضغم المهم قاعد اشوف انه اليك حق يم شخص من العائلة وانت نوعا ما امأيس انه هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عند انه هو يجي ايصال حق او حتى يرجع لك الحق اللي مااخذ من عندك ولكن هذا شخص اشوفه شوية كلام احد فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الاشياء ممكن ان يتخص نقول اوضاع مادية كورس يعني اشياء تخص المادة بالذات فاشوف اكو احباب عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الامور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص اكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نيجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيشان هوايا احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعدة اشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة انت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية اكو تردد ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دايحاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت مقاعد تعرفش تريد اكو هوايا اشخاص خاصة بالتواصل دايحاولون يتواصلون وياك دايحاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت طاقتك العامة انت مقاعد انت مقاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك لان عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص يطلع من حياتك صار لفترة ممكن ست شهور ممكن ست اسابيع هذا الشخص من راح او من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف احد عليك وانت واردي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم ثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يرحون منح الاستقرار منح الزواج انه هو ميريد بعد يبقى سنقول ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الاغلب انت عارف وهنا أنا عندي اوراقه انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشخص هو كان بتعبك بالعلاقة مؤثر عليك هوايا ويجرح بالكلام هذا شخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انه اشوف هذا الشي ما متناسب ويعمره ممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالعة يمي طالعة يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحجب صورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيك طاقة اكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تيجي تسيطر عليك حتى انت تقول او هذا شخص قاعد يحجو يا او هو هيك و هيك شايفني او انه يقنعك انه انت بيك خطأ يقنعك انه انت مثلا ما تستحق ان واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا هاي شخصية الانسان النرجسي واساسا هنان اذا شوفوا انه العلاقة ماريتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة فاما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح تزواج فانت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بينها تقوم القدر توقف عنده عنها فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية لانه انا شوف انه راح يحاول يتواصل ياك هاي الفترة حتى لهو تشان بعيد بس رجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حشيته فترة راح ترجعون تفترقون لانه القدر توقف انه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس انتو اللي قاعد تحاولون انه تمشوها هنانا ودتقنعون نفسكم انه ما كوش ينتهي هو اذا يشوف انه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يضل اساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحتوي اكو يصالحك يأثر عليك بكلمة كلمتين يعرف انه انت عاطفي وهو مأثر عليك اساسا ام وصلك الطاقة انه انت ما تقدر تدوية شخص غيره انه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي يم عبرك مثل ما نقول مع انه انت قيمتك اكبر بس هو ده يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك اليه فهذا الشخص النرجي سيديو موجوده اللي عنده طرف ثالث بحياتك هذا لا تنطي فرصة انا اقول انه التركة وانت متردد انه انت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة واني اساسا قاعد اشوف انه انت من الغلط انه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروع واخذ فترة علاج الحد ما تحس نفسك انه انت يعني استعدت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك اولا يعني حب نفسك حتى الناس تحبك اول اهم حب هو حب النفس فما اقولك تصير اناني ومغرور بس يعني حب نفس الشرط بلازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لانحنا كلنا طاقة فانت هسا طاقة اللي دا تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتش فريسة هي الطاقة راح تسحبك من راح يجي هذا الشخص اليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بك نفس الشي اللي يصاروا اياك ويا هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية يعني هو يسيطر عليك سيطر علي مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية اسوأ من قبلها فاول شي حب نفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي اشياء تعزز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لانه اون اشوف هو منتظر وامراقب حاليا احتمال يتواصل اياك عن قريب ففي حال تواصل اياك هذا الشخص اللي اشوفه انه تقطع فورا لانه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شي لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص قبل ما لنهي القراءة خلي اقولكم الابراج اللي طلعت لي برج الحوت طلع مرتين برج الحمل عدنا هنا برج الثور برج الاسد برج السرطان وبرج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية وهوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي تشانة نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء ان شاء الله القراءة الجاية يشوفكم وبوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة اتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم اياه بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لانه اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ماخذها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي انت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك اولا وبعدين فكر بالناس انه هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجب اهم شي قناعتك انت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزة سووا لك اعزبتكم القراءة